اشتركوا في القناة كنيسة الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال برقيته المرفوعة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى أن هذا التكريم اعتراف عالمي بجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات وخاصة في مجالي التنمية واحترام تعدد الأديان ودعم جلالته للخدمات الصحية في مملكة البحرين واهتمامه بتنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة بما يجعلها نموذجاً للشراكات الاستراتيجية بين الدول التي تقوم على أسس واضحة وقوية وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن منح جلالة الملك هتين الجائزتين جاء ليؤكد الجهود والإنجازات الكبيرة التي حققها جلالة الملك في جميع المجالات والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته في مجال التنمية المستدامة حتى باتت المملكة نموذجاً يحتذا في المنطقة وعلامة بارزة من علامات التطور التنموي الحضاري كما إن منح جلالته هذه الجائزة يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من احترام وتعدد الأديان حتى أضحت المملكة في عهد جلالته واحة للسلام ومكاناً لملتقى جميع الديانات